اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة موجزة من قناة الشروق قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي عقب اجتماع الاطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري امس بالقصر الجمهوري قال انه بعد تداول مصطفيد قرر الاجتماع باجماع الاطراف المضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 ابريل الجاري من اجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله وقعت حكومتاء السودان ودولة الثيوبيا الفدرالية على اتفاقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة وتنسيق الجهود للنهوض باقطاع الاتصالات والتحول الرقمي في البلدين الشقيقين حيث وقع وزير الاتصالات والتحول الرقمي السوداني عادل حسن محمد الحسين ووزير الابتكار والتكنولوجيا بيليت مولا على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين وذلك خلال زيارة وزير الاتصالات والتحول الرقمي لدولة الفيوبيا التي وقع خلالها كذلك على اتفاقية الاتحاد الافريقي للامن السبراني وحماية البيانات الشخصية دعا والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن قواء الثورة السودانية إلى التوافق الوطني حول القضايا التي يجري التحول حولها حاليا للعبور بالبلاد إلى مرحلة التدحول بل إلى مرحلة التحول الديمقراطي الحقيقي مؤكدا عزمهم الصادق للعمل مع الجميع للوصول إلى ذلك الهدف لتحقيق تطلعات المواطنين في مجالات الاستقرار والتنمية والرفع ووصف نمير في كلمة له خلال افطار رمضاني وصف الأوضاع في البلاد بأنها في غاية الخطورة وبات تطلب التوافق ووحدة الصف بين قوى الثورة والقوى السياسية والوطنية وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب جميع القوى التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل إرساء الديمقراطية في وطن دمقراطي يسع من جميع رياضيا خسر الهلال في مباراته الفاصلة أمام الأهل المصري بثلاثة أهداف دون مقابل ليخرج من منافسة دور الأبطال وتأهل الأهل لربع نهائي في مباراة جرت مساء أمس باستاذ القاهرة الدولي في ختام مرحلة دورة 16 آخرا انطلقت بملعب المرحوم محمد حسن سيد لخماسيات كرة القدم بحي شاطي بكوستي الدورة الرمضانية السادسة لبطولة خماسيات كرة القدم برعاية الإدارة التنفيذية للصندوق القومي للتأمين الصحي بالنيل الأبيض وذلك تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم بمشاركة أكثر من ثمانية فرق من أحياء مربعات مدينة كوستي وقال ممثل المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية عبدالحفيظ الدقل إن رعايتهم للدورة الرمضانية تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية التي تقدمها الإدارة لكافة المناشط الاجتماعية والرياضية والثقافية بالولاية انتهى ميزة الأخبار المزيد تفضل بزيارة موقع الشرق نيت فرعية الرحيم اشتركوا في القناة